المسيح قام مرحباً بالجميع أنا مضيفكم هنا بالأدين هانسن عدت إليكم مرة أخرى بفيديو جديد وفي هذا الفيديو سنستعرض نظرية الانفجار العظيم مقابل نظرية الخالق وسنرى كيف تتماشى هذه النظريات وأين تكمن الاختلافات مع توضيح تلك الفروقات الآن يفرض العلم الحديث أنك بحاجة إلى خمسة أشياء لخلق كون تحتاج إلى الوقت والفضاء والمادة هذه هي الثلاثة الأولى مع ذكي بدون الشيئين الآخرين هيكون عندك كون ممل جداً لذا يفرض العلم أيضاً أنه يجب أن يكون عديك شيئين آخرين تحتاج إلى الحركة وتحتاج إلى شيء يسبب تلك الحركة وهو قوة الآن المنطق يفرض أن الوقت والفضاء والمادة ستتجمع جميعها في اللحظة نفسها بالضبط لأنه لا يمكنك أن تمتلك المادة بدون الفضاء لأنه أين ستضعها؟ لا أستغرب لماذا لا يحتاج ابنك إلى السلاح للحصول على ما يريد؟ ولا يمكنك أن تمتلك المادة والفضاء بدون الوقت لأنه متى ستضعها؟ لذا منطقياً ليس لدي أي تردد في وجود الثلاثة معاً في نفس الوقت البعض يريد أن يدعي نظرية الانفجار العظيم بينما سأؤكد على نظرية الخالق لهذا المعيار المنطقي الشيء هو أن العلم الحديث لا يمكنه الاعتراف بالقوة في الفعل يمكنهم الاعتراف بالوقت والفضاء والمادة لكنهم لا يستطيعون السماح لأنفسهم وخاصة العلماء الملحدين بالاعتراف بالقوة والحركة وراء ذلك ماذا لدينا؟ إلى أين نذهب في الكتاب المقدس لنجد؟ حسناً الاستنتاج الأكثر منطقية هو التكوين واحد التكوين 11 في اللغة الإنجليزية إن أشهر عشر كلمات في الكتاب المقدس هي في التكوين واحد واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض يمكن القول إنها أشهر عشر كلمات في اللغة الإنجليزية الآن ما هي في اللغة الأصلية؟ في اللغة العبرية إنها أشهر سبع كلمات في العبرية إنها في البدء خلق الله السماوات والأرض الآن إذا نظرتم أيضاً إلى مخطوطة حلب فإن مخطوطة حلب تحتوي على الألف المخفي وان في المقدمة بين برشيت وبقية التناخ وهنا لدينا هذا الألف المخفي وسنتحدث عن ذلك بعد قليل الآن لذا نراه في التكوين واحد وعد وماذا نعرف عن العلم الحديث حسناً مع برشيت اللي تعني في البداية في ترجماتها الأكثر حرفية في البداية أليس كذلك لدينا الوقت هذا يدل على الوقت إنه يعرض الوقت عندنا كلمة هاشمايم للسماوات يمكن أيضاً ترجمتها بشكل حرفي على أنها مياه السماء وهذا يعكس الفضاء ثم فوق ذلك لدينا المادة للأرض واللي تظهر مرة أخرى المادة والأشياء المادية الآن في التكوين واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض لدينا خلق والتي تعني أن تخلق أو أن تسمن أو أن تملأ وهذا يظهر الحركة وراء الكون ثم لدينا بالطبع كلمة إلهيم اللقب الذي يطلق على الله في الواقع هذه هي الترجمة الأكثر شيوعاً عندما نترجم إنجيلنا الإنجليزي عندما نرى كلمة إلهيم نترجمها إلى الله وهكذا فإن إلهيم هو القوة وراء كل ذلك ومرة أخرى كل شيء موضح هناك في التكوين واحد باللغة العبرية الأصلية لذا لدينا الوقت مع برشيت ولدينا الفضاء مع هاشمايم عندنا المادة مع الأرض عندنا القوة وهي إلهيم والحركة وهي بارا وأنت تعرف ما هو أكثر إثارة للاهتمام في هذا هو أننا لدينا ندوة حول مفهوم الثالوث أو شالوش إحد مع كل هذه القوة التي تشكل الكون الآن الوقت هو الماضي والحاضر والمستقبل الفضاء هو الطول والعرض والعمق المادة هي صلبة وسائلة وغازية الحركة بارا تتكون من ثلاثة أحرف عبرية ويمكن بسهولة استخدامها كاختصار لابن روح أب أو الابن الروح والأب لأنه فقط إلهيم يمكنه بارا والقوة هي إلهيم الله الذي هو يودهي فاههي يودهي فاههي ويظهر عنوان الجمعي مما يدل على تعددية ثلاثة أشخاص وجوهر واحد في إلهيم فما هي أفكارك حتى الآن حول نظرية الانفجار العظيم مقابل نظرية الخالق؟ كما نعلم يجب أن يكون الزمن والفضاء والمادة مرتبطين بشكل لا ينفصم في الواقع الزمن والفضاء مرتبطان ارتباطاً وثيقاً لدرجة أنهما لا يمكن فصلهما حقاً اذهب وقرأ أعمال أينشتاين لكن حتى الآن رأينا أنه ضمن التكوين واحد واحد لدينا كل المعرفة وكل المواد اللازمة لعرض نظرية الانفجار العظيم بينما في الواقع نظرية الانفجار العظيم هي نظرية الخالق فقط مع الاعتراف بالقوة والحركة يمكننا الاعتراف بالقوة والحركة وراء الكون لأنه إذا كان لديك فقط الزمن والفضاء والمادة ستحصل على كون ممل للغاية لا يوجد الكثير يحدث هناك ستحتاج إلى قوة وحركة الآن ما هو أكثر إثارة للاهتمام كما ذكرت سابقاً هو الألف المخفي يمكنكم البحث عن شفرة حلب تحتوي شفرة حلب على هذا الألف المخفي إنه يشبه نوعاً ما الحرف الصامت هذا هو ما يبدأ به التناخ يمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات حول هذا الموضوع وحتى العديد من الحاخامات الحاخامات اليهود يتفقون مع هذا المفهوم وهكذا ما هو الشيء المهم في الألف المخفي مع شفرة حلب حسناً الألف كما نعلم يرمز إلى القوة ويرمز إلى الله العديد من أهم الكلمات تبدأ بألف مثل إلهيم بسني لدنا هنا مع الألف إذا قمنا فقط بنطقها وكتبنا الأصوات بالحروف فنحن نقوم بتفكيك حرف إلى المزيد من الحروف ويمكننا تفكيكها أكثر وتتكون من ألف ولام وبه الآن الألف هو فريد من نوعه لقد عرضت لكم هنا شريحة باور بوينت وهذه الشريحة تعرض الألف وهو ينطق الألف المخفي قبل برشيت بارا إلهيم إت هاشمايم في تهاراتس الآن يتكون هذا الألف المخفي من ثلاثة أصوات داخل حرف الألف لذلك فإن حرف الألف له خصائص رائعة جداً يتكون من ثلاثة حروف وعلاوة على ذلك فإن هذه الحرف الأخيرة حرف الباء فريدة جداً أو نحو ذلك أكثر بقليل من قبضة يد من الحروف اللي تحتوي على نهاية حالة خاصة اعتماداً على موقع الكلمة قد تحتوي الحرف العبري على نهاية حالة خاصة يطلق على هذا اسم حرف سوفيت وبالتالي فإن حرف بي كونه واحداً من تلك الحروف السوفيت له نهاية حالة خاصة وإذا لاحظت في الخط العربي لحرف بي فإنه يبدو كفاً مغلق ويمشك هنا أيضاً أن الباء الباء داخل تناسب تماماً داخل تلك الباء ماذا نرال؟ لما نبدأ في فتح الفم حسناً يتدفق البت مباشرةً إنه مولود أبدياً مع الألف ويتدفق مباشرةً ولديك أفضل ورقة إلهيم في هاشيمة في عادات فيتي ولماذا أستمر في هذا؟ حسناً أستمر في هذا لأن الله من خلال كلمته تكلم وجاء العالم إلى الوجود إذا كنتم قد شاهدتم مقاطع الفيديو فهناك الكثير منها على يوتيوب حول تجارب الرنين لذا فإن الموجات الصوتية يمكن أن تخلق أشكالاً هندسية ونماذج والمادة وكل ذلك الآن تخيل هذه التجارب البسيطة في الرنين التي تجرى على مقياس دقيق جداً مما فعله الله إلهيم إلهيم كان قادراً على التحدث بالعالم إلى الوجود الكلمة نفسها تتحدث بالعالم إلى الوجود لأن في يوحنا وعوهاي في البدء كان الكلمة وكان الكلمة مع الله وكان الكلمة الله لذا فإن الكلمة القادرة على خلق الكون وقادرة على إظهار قوتها وطبيعتها الأبدية مع الآب مع ألف هي أمر أساسي فيما أتحدث إليكم عنه ويمكننا أن نرى هنا أن يشوع الذي يرمز إلى البيت هو مولود من الآب منذ الأزل وليس مصنوعاً بل مولود منذ الأزل ونحن نعرف هذا لأن حرف الباء يجلس داخل حرف الباء في ألف وهذا أمر رائع جداً جداً وإذا كنت قد شاهدت تجارب بريسنيك تخيل القوة التي بها تكلم الله العالم إلى الوجود من خلال حكمته من خلال حكمته تحدث بالكلمة فخرج الكون كله وكل الخلق والسماوات والأرض والزمن والفضاء والمادة القوة وراء ذلك الفعل وتلك الحركة يصعب فهمها حقاً وفي الواقع لا أعتقد أننا نستطيع فهم ذلك بالكامل لكن يمكننا أن نحصل على لمحة عن هذه القوة العظيمة وهذه المجد العظيم الذي يمتلكه الله ولذلك أردت بسم أن أشارككم هذا الفيديو هذا الفيديو القصير عن التكوين وات وات يوحنا وات هات ونظرية الخالق مقابل نظرية الانفجار العظيم لأن أؤكد على نظرية الخالق لأنه من خلال الكتاب المقدس يمكننا فعلاً تفسير الزمن والفضاء والمادة بينما نظرية الانفجار العظيم لا يمكنها أن تذهب بعيداً قبل أن يضطر عالم ملحظة للاعتراف حسناً هناك قوة في الحركة لكنهم لا يريدون الاعتراف بتلك القوة في تلك الحركة لأن ذلك سيفند نظام اعتقادهم الملحد لذا نواي كما تعلم أعتبرها نوعاً من الشيك ميت باستخدام التكوين وات واخر كما تعلم إنها موضوع ممتع للحديث عنه وأتمنى أن تعجبكم هذه الفيديو شاركوا هذا الفيديو وتأملوا في هذا الفيديو في عقولكم وقلوبكم إنها أشياء رائعة حقاً ومرة أخرى استعرضنا التكوين واحر وعد قمت بذكر موجز عن يوحنا وعد وعد أشهر 17 كلمة في اللغة الإنجليزية وأعتقد أنه باللغة اليونانية يا إلهي لا أستطيع أن أتذكر كم عدد الكلمات التي يتكون منها يوحنا وعد وعد إذا كنت تعرف ضع ذلك في التعليقات لذا دون مزيد من التأخير سيختتم هذا الفيديو موضحاً كيف تكلم الله العالم إلى الوجود وكيف أن التكوين واحد واحد مع نظرية الخالق والعلوم الحديثة متوافقة أكثر مما قد يدركه المرء وكيف أن الله المسيحي يتكون من بن أو بار مع الشمس روح الريح الروح وبالطبع أبا الأب رائع جداً تبارك الثالوث المقدس تبارك الشالوش أحد الثلاثة في الواحد الطبيعة الثلاثية لله ثلاثة أشخاص في جوهر واحد وهؤلاء الثلاثة الأشخاص يتفقون ويعملون كشخص واحد وهكذا خلقوا العالم ممد روعة ذلك من خلال قوة كلمة الله ومن خلال صوته خلق العالم إلى الوجود هذا مذهل للغاية بالنسبة لي أنت تعرف قوة صوته شكلت الأشكال والمواد والنماذج التي نراها من حولنا يمكنك أن تنظر في جميع أنحاء الطبيعة وحتى نحن أجسادنا البشرية لنجد هذه التناظر الجميل والقوة الكامنة وراءه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بواسطة الله الحكيم والقوي والعليم بكل شيء الله الآب الله الإبن الله الروح أراكم في المرة القادمة اعتنوا بأنفسكم شكرا للمشاهدة أراكم في المرة القادمة